ما زال العراق يشهد تعثرا وتلكؤا في تنفيذ آلاف المشاريع التي تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات ومشروع مجاري قضاء بعقوبة في محافظة ديالا شاهد حي على ذلك حيث توقف المشروع رغم تخصيص ميزانية له قدرت ب130 مليار دينار هذه المناطق هي غرب بعقوبة التي تشمل قاطون الرازي والرحمة والحي المعلمين هذه المناطق بدون مجاري من سنة 2013 صرف لها مشاريع ترميم مجاري والحد الآن كل شي ماكو عبارة عن مستنقعات بالشتاء والصيف لا مشابهة مشروع يجونا وقت الانتخابات يسوينا مشاريع ترميم فرش سيب بيس وراء ما تنتهي هذه السالفة كأننا ماشي مصاير هاي الفلوس اللي قالوا وإحنا خصصناها لها المناطق مني خصص مبالغ مالية ليش مناطق وينها غير كون تبين عليها غير تبين عليها هذا حال المناطق مبالغ مقدرينها بالمليارات هاي حالها هاي حالها هاي حالها احنا عايشين ويهات جريذي عمي ويهات جريذي ناموا إيانا بالبيت ترى ازين والحياية وإحنا كنا أصحاب أطفال وعوائل مسؤول محافظة ديالا بيانوا أن سبب توقف المشروع كان بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه المحافظة فضلا عن عدم وجود تمويل حكومي للشركة المنفذة مؤكدين أن هذا المشروع سيرى النور بعد إحالته إلى الشركة جديدة توقف بسبب العمليات العسكرية وهجوم داعش على بعض المحافظات في عام 2014 بعدم وجود تمويل بالنتيجة الشركة المنفذة أنهت العاقيد رغم التأخر لكن هذا المشروع سوف يرى النور إن شاء الله هناك إجراءات خاصة بالحالة وحالته إلى شركة جديدة إن شاء الله وواقع الحال يشيب بوضوح إلى السمرار توقف المشروع رغم إقراره منذ عام 2013 نتيجة الانهيار الأمني الذي تعيشه محافظة ديالا فضلا عن الفساد الحكومي الذي يشوب المشروع كغيره من المشاريع الأخرى كلها أسباب أدت إلى السمرار معاناة سكان قضاء بعقوبة وساهمت بالسنزاف أموالهم على مشروع معطل لأكثر من عقد ترجمة نانسي قنقر